أصل التوبة الرجوع تاب إذا رجع وإن الله يتوب عليه يعني إن الله يرجع عليه بالمغفرة العبد يرجع إلى الله بالإنابة والله يرجع إلى العبد بالمغفرة أصل التوبة الرجوع ذلك لأن فطرة الإنسان تدعوه إلى أن يمشي على الصراط المستقيم اسمعوا أيها الإخوة أنا سأذكر لكم الآن كلمات بالله شف لي أثر هالكلمات في قلبك مو بعقلك سأذكر لكم كلمات هذه الكلمات كلها مما دعا إليه الإسلام ستجد أن قلبك ساكن معها مطمئن لها مرتاح إليها وبعد شويحة بذكر لك كلمات معاكسة إذا قلت لك الصدق بر الوالدين الإحسان إلى الناس صلة الأرحام الأمانة الوفاء إكرام الضيف مساعدة الضعيف الصدقات كلها كلمات لها في قلبك سكينة لها في قلبك نور لها في قلبك محل ذلك لأنك مفطور هذا هو الصراط المستقيم هلأ شوف يكفي كلمات بس أسماء الكلمات المعاكسة السرقة الغيبة الكذب الخيانة الفحشاء المنكر لوحدها لها في القلب يعني ألم ولها في القلب قسوة أنت مفطور على الصواب الإنسان كل مولود يولد على الفطرة يولد على الخير يولد على الصواب يولد على الصدق والأمانة الطفل الصغير لماذا يصدقك إذا قلت له كل شيء أي شيء تقوله للطفل الصغير يصدقك إذا قلت له هذه الساعة هاي اسمه طاولة خلاص بيقلك هذه طاولة لأنه مفطور على الصدق ما بيعرف الكذب إذا قلت له تعال أعطيك بيجي فورا هلأ إذا واحد كبير قلت له تعال تعال أعطيك من هو هناك بيأكشوفي بإيدك؟ ليش الصغير ما بيقول هيك؟ الصغير لا يعرفه إلا الصدق أنت عم تقول تعال أعطيك معناته معكش أما الكبير خبير بأن هناك في الناس يكذب لذلك صار من الأرنت وبيقول لك شو معك يعني؟ وبشوفه محرزة يجي لما مو محرزة أما الصغير تعال أعطيك بيجي الصغير الفطرة على الصدق والفطرة على الأمانة والفطرة على الوفاء والفطرة على الامتثال بأمر الله تعالى الذي يحدث أن هذا الإنسان المفطور على الخير يأتي إليه الشيطان فيأخذه من هذا الصراط تأتي إليه النفس الأمارة بالسوء تأخذه من هذا الصراط يأتي إليه الصاحب السيء يأخذه من هذا الصراط فشرع الله تعالى له التوبة يعني رجوع إلى هذا الصراط بس أنا أريد أن أقول لكم شيئا إن أكبر خسارة يخسرها من عصى الله عز وجل أنه احتجب عن الله تعالى دهرا أو فترة يكفيه عقوب أنه احتجب عن الله الذي يمشي على الصراط المستقيم هو يمشي ورب العالمين في قبالته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله في قبلة أحدكم ما لم يلتفت إنت ماشي وإلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فريض الله عز وجل قبالتك وإكرام الله تعالى لك في دربك هلأ لما الإنسان بيطلع عن الصراط المستقيم بروح الليمين بروح أشمال حسبه عقوبة أنه حجب عن ربه هذه الفترة أنه ابتعد هذه الفترة نصيحة يا أخوان لا أحد يطيل البعد عن حضرة الله تعالى لا أحد يطيل الغياب عن درب الله تعالى لا أحد يطيل الانحراف بعيدا عن الصراط المستقيم ولحظة الموت هي لحظة انتهاء ترقيك في هذا الدرب وأنت تسير في الصراط المستقيم أنت تدرقى عند الله عز وجل درجات مقدار درجاتك بمقدار سيرك فما في وقت كتير أنك تبتعد عن رب العالمين لأنه غدا ستموت وحسبك فاتك هذا الوقت كان ممكن تأخذ درجات عند الله عز وجل لكن أنت ضيعته وأنت بعيد عن الله لذلك أسرعوا السير إلى الله وشدوا الهمة في الإقوال على الله وكونوا كما أراد الله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم والسابقون السابقون يا يحيى خذ الكتاب بقوة ترجمة نانسي قنقر